هدنة ووقف إطلاق نار هش بين أنقرة والكرد في شمال شرق سوريا دورية تركية في منطقة تل الأبيض تعرضت لهجوم كردية أسفر عن مقتل جندي تركي وجرح آخر وفق إعلان وزارة الدفاع التركية هدنة متوترة سبقها تعاهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لسحق رؤوس المقاتلين الكرد ما لم يخرجوا من المنطقة العازلة قوات سوريا الديمقراطية اتهمت القوات التركية بمنع مقاتليها من تنفيذ الانسحاب من مدينة رأس العين المحاصرة الطرفان تبادل الاتهامات عن خرق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه واشنطن مع أنقرة الرئاسة التركية أعلنت أنها حظت واشنطن على استخدام نفوذها لدى الكرد لإنجاز انسحابهم من شمال سوريا تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة تزامنا مع ذلك علن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الجنود الأمريكيين الذين انسحبوا من شمال شرق سوريا سينتقلون إلى غرب العراق نقل الجنود الأمريكيين هدفه مواصلة الحملة ضد مسلحي داعش وللمساعدة في الدفاع عن العراق وقال إسبر للصحفيين في طريقه إلى الشرق الأوسط أن الانسحاب الأمريكي مستمر وأن العملية قد تستغرق أسبوع عدة ولم يستبعد إسبر فكرة قيم القوات الأمريكية بمهام مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا شكرا شكرا